عقوبات فرضتها التجارة الأمريكية على واحدة من الشركات الكندية اللي بتشتغل في مجال التجسس على أو بتبيع أنظمة خاصة للتجسس لبعض الدول اللي أكيد بدون تفكير دول قمعية لأن أنا لما أكون دولة قمعية أنا أكيد هكون عايزة أن أنا أسيطر على كل حاجة أسمع كل حاجة طول الوقت هيبقى عندي نظرية أن في مؤمرة بتدار كده وبتحاك ضدي فلازم أبقى مسيطرة وفرضة فرضة جنحاتي على كل الأشخاص اللي بالنسبة لي بيسببوا نوع من أنواع التوتر فالحقيقة اعملي ده أنت كدولة قمعية عايزة تعملي ده اعملي ده ما فيش مشكلة طالما استطاعتك المادية وقدراتك أنا هنا بقى مش بكلمك بأصول وقوانين ودستير وحقوق إنسان والحياة الشخصية مش بتكلم في ده خالص أنا بتكلم أنا بتكلم على أن أنت كدولة معاك فلوس خلاص وانت هتتجاوز كل ده لكن الأزمة الكبيرة بتكون لما تكون الدولة على طول عايشة للإقتراض إحنا بنقترد عشان نجيب سكر بنقترد عشان نجيب قمح نعمله عيش للناس بنقترد عشان الرز بنقترد عشان نعايش الناس عيشة كريمة وحياة كريمة ودي هتشوفوها في الحلقة بنقترد عشان نشتري السلع الأساسية السلع الأساسية ولما لما ما بنقدرش نقترد ولما ما بنقدرش إننا نوفر الفلوس أو تتوفر لنا القروض بنلاقي حال البلد بيقف زي ما شفنا الطوابير وقت أزمة السكر زي ما شفنا الطوابير وهي موجودة في تجديد جوازات السفر والبستورات لأن اكتشفنا أن احنا ما سددناش المبالغ اللازمة والمطلوبة مننا عشان نستورد الأوراق الخاصة بجوازات السفر شفنا ده والناس بتضرب بعض في معارض أهلا رمضان واللي بتعملها الحكومة عشان سلعة أقل 2 جنيه و 3 جنيه شفنا كل ده و شفنا برضو أن نفس الحكومة اللي مسؤولة عن كل الانهيار الاقتصادي اللي مصر بتعاني منه حتى اللحظة وسيبك بقى من رأس الحكمة ورأس مش عارف إيه وكلام اللي احنا يعني كلمنا فيه من الأول ده يساعد ما يحلش وكلام ده قلناه من أول يوم وأول يوم ورغم ان احنا عارفين أرض التدبع وقطعة من أرض مصر طالما مش قادرين يستفيدوا بيها ويستغلوها صح وده هيساعد في ان هيكون في عمالة وناس هتشتغلو بيوت اتخربت هتتفتح تاني احنا مش ضد بس تاني مهم ان اكد اللي بيحصل النهاردة في رأس الحكمة هو عامل مساعد وليس الحل هيساعد شوية مش هيحل قسمتنا خالص المهم عشان ما انتوش انت بلد بتبيع ارضك انت حكومة لو ما اقتردتش ما تكملش يومها ازاي بقى ازاي بتلاقي الحكومة دي الفلوس الكتيره قوي دي عشان تروح تشتري التقنيات بتاعة المراقبة مراقبة الانترنت وتتبع السياسيين وتتبع المشاطات تتبعهم على الانترنت وتعمل حظر المواقع اللي بتعرضها ازاي دي قصه مش بالمئات دي قصه بالملايين بيدفع لها ملايين اللي هي الملايين اللي احنا محتاجينها في كل حاجه والكل شيء في مصر قدرنا انينا ندفعها كده للكنديين عشان يتجسسولنا على سين وصاد وعين واقفل الموقع ده واحجيبلي الويب سايت ده عشان بيقولوا اخبار بتدايقني وكالعاده عشان المواقع اللي هتنقلك الحقيقه محجوبه في مصر عارفنا الخبر منه طبعا لما نشرت الحكومة الامريكية الخبر يعني ارنا من بره الخبر كان بيقولك ان الحكومة الامريكية قررت ان هي تفرض عقوبات على شركة كندية بتبيع لمصر تقنيات تقنيات بتحد من حرية مطالعة الانترنت وبتتيح تتبع المعارضين على شبكة الانترنت ده اللي احنا قادرين عليه فلوس بنوجدها للمرأبة الشركة بقى اسمها ايه؟ الشركة اسمها ساندفاين دي نفس الشركة شركة ساندفاين دي دي نفس الشركة اللي اكتشف المرشح الرئاسي احمد التنطاوي لا اوه ما كانش مرشحه وما وصلش لمرحله انه يكون مرشحه يعني النائب السابق احمد التنطاوي واللي كان لديه النية للترشح لرئاسه الجمهوريه احمد التنطاوي لما اكتشف ان موبايله مخترق اعرفنا ان الشركة هي اسمها ساندفاين وان الحكومة هي اللي دفعت للشركة دي عشان تقدر انها تتبع وتخترق تليفون احمد التنطاوي نفس الحكاية نفس الحكاية حصلت برضه قبل كده مع الدكتور ايمن نور لما سيتزنلاب اللي هو المؤسسه المتخصصه في اكتشاف برامج التجسس اللي موجوده في كندا اظن في كندا سيتزنلاب هي اللي اكتشفت ان تليفون ايمن نور بيتم التجسس عليه من برنامجين منفصلين لشركتين منفصلتين وبرده الحكومه هي اللي بتدفع فازاي ازاي الحكومه بتلاقي الفلوس دي كلها يعني حتى وقت الدكتور ايمن نور قلنا ده غالبا الامارات هي اللي شرية البرنامج فبتساعد مدية المصر كده يعني اكسز انها تستخدمه على عدد من المعارضين بتوعها لكن بعدها لقينا في برنامج تاني والنهار ده هو بنتكلم عن برنامج تالت عايز اقولكم نفس القصه بتاعت التجسس والحد من المواقع الاخبارية ده كان رايح للكويت والكويت كانت مستعدة انها تتعاقد مع الشركه دي شركه ساندفاين لكن الحقيقه في الكويت الموضوع مختلف يعني في الكويت الموضوع بيكون قصه تاني عندهم مجلس نواب ومجلس نواب هو الافضل في منطقتنا على الاقل او على الا الا هقارنوا بنفسنا هقارنوا بنا احنا في مصر عندهم مجلس نواب عنده الحد الادنى من محاسبة الحكومة وتعطيل قراراتها واعتراض اي قوانين او اي مثلا قرارات الحكومة عايزة تمررها تلاقي برلمان واقف وبيقولها لا حصل ان البرلمان الكويتي هنا اعترض اعترض على استخدام التقنية دي عندهم في الكويت وقالوا ان هم رفضينها وقدموا استجوابات عليها الحقيقه ده طبعا مش موجود عندنا احنا في مصر احنا عندنا في مصر الموضوع في حتة تانية خالص ما عندهمش حتى فكرة ان هم يقدموا اعتراض واحد للحكومة ان هم يقولوا لا بس ارجع اقول ده لان اعضاء المجلس ان حكومه هي اللي بتختارهم النظام هو اللي بيختارهم فطبيعي يعني انك تلاقي النواب بتوعنا بالشكل اللي احنا بنشوفه ده طول الوقت يوافقوا على اهضار اموال يوافقوا على سن قوانين او اصدار قوانين عارفين انها هتخرب بيوت الناس اللي مش تلاقي يتاكل كل ده موجود عندنا احنا في البرلمان بتاعنا والحقيقة ان الحكومة بتاعتنا ما اكتفتش بانها بتضيع ملايين وربما مليارات الجنيهات على شركات اجنبية عشان تتجسس على سين وصاد وتمنع الموقع كذا والموقع غيره عشان الناس ما تشوفش الحقيقه فيه لا دي كمان قررت ان هي تستخدم الشبكه المصريه للاتصالات اللي هي تعتبر مالعام انها تخدم اهدافها وتتابع وتلاحق النشطاء وتعمل حظر لمواقع الانترنت في مصر بالمناسبه المصريه للاتصالات دي اللي هي بقى اسمها شركه وي شركه وي بقى الحكومه مدتهاش ان هي تبقى الشركه الاكبر او ان هي اللي تاخد المصريه للاتصالات هي هي اللي محتكره كل البنية الاساسيه لكل الشبكات اللي موجوده في مصر بمعنى ان شبكات الاتصالات التانيه عشان تقدم نفس الخدمات لازم تستخدم البنية الاساسيه للمصريه للاتصالات ده غير ان هي كمان بتحتكر المنفذ الرئيسي عشان دخول الانترنت وخروجه من مصر هي اللي معه المحبز تفتح وتقفل عليك في اي حاجه انت عايزه لو النهارده قرروا ان مصر تنام بلا انترنت قالوا ايوه يا مصريه ايوه يا ويه يقفيه المحبز خلاص يقولك بقى قبل ضرب في البحر معرفش ايه اي حاجه يعني مهم النهارده لو الحكومه قررت ده هيحصل ده الحكومه كمان عندنا الحقيقه ودي بقى من المفارقات هي مش بس اكتفت ان عندها المصريه للاتصالات اللي هي متحكمه في كل شيء لا ده كمان اكبرت شركه زي شركه اورنج للاتصالات ان هي تخضع الشبكه عندها لنفس التقنيات وانا لا استبعد ابدا ابدا ان ده معمول في فودافون برضه نفس التقنيات تتعمل على شركه اورنج والحيان بقولكم ليه شركه اورنج عشان فيه كلام انتشر الفتره اللي فاتت ان تليفون نجيب سويرس مترائب او مستهدف او بيتم التجسس عليه لان باختصار الراجل ده في يوم من الايام كان مالكه مؤسس شركه موبنيل مصر اللي هي بعدها بقت اورنج اللي هو عميل في اورنج فممكن جدا يعني ان يكون هو كمان تليفونه تم تهكيره او تم التجسس عليه عايز بس اقول لكم حاجه عشان قبل ما انقل فيه نقطه مهمه انا فوتها هي الشركه اللي اسمها ساندفاين دي هل مثلا بتتعامل من كندا ولا المفروض ليها مكاتب وليها فروع اقولك طبعا ليها مكاتب اقليميه وفروع في المنطقه العربية عشان تقدر انها تقدم خدماتها بصورة افضل للعملة الدول بتوعها طبعا اللي هم حابين ان هم يتجسسوا ويتصنتوا ويفلتروا المعلومة اللي داخله واللي خارجه من مصر فا اكتشفنا انها موجودة في الامارات وتحديدا في دبي فانت كل ما هو سيء ابحث عن الامارات كل ما هو في حاجات مزعجه ومؤرفه وتجسس ومؤامرات ابحث عن الامارات اه دي شركه جديده بيتم زي برضه ما كانوا متفقين مع ابتوع بيجاسوس اللي كان بيتجسس بيها على تليفونات السياسيين اللي منهم الدكتور ايمان نور برضه بيجاسوس دي كانت موجوده في الامارات النهاردة كمان ساندفاين موجوده في الامارات الامارات بتعمل ايه في المنطقه الحقيقه انا مش فهم هل هي بتستخدم نفس التقنيات للتجسس على شعبها والتجسس على السياسين اللي عندوها او المعارضه بتوعه اللي هم في السجون او بره بره الامارات خالص هل بتستخدم الشركات دي وبتستخدم نفس التقنيات دي فيعني حتى بتستخدمها لنفسها مالها هي بالدول التانيه اللي حواليها اشتركوا في القناة